اه... انا بصراحة وعدت خايفة على نورا بخافت تسوي بروحها شي يعني بصراحة انا ما شوف يعني في حل قاعد يصير حق حالة نورا وهي من سيئ لأسوأ فحنشي الحل منو قالتش اني انا ما قاعد افكر لها بحل تدرين ان اكثر من فكرة وفكرة يتب بالي بس مااني عارفة اشلون ادخل عليها وكلمها بس انتين واذا انا اقترحت شغلة يعني ممكن تخذيني براي ولا لا طبعا حبيبتي نقولي عادي انا بصراحة اشوف انه انه نورا لازم تطلع من اهني يعني لازم تطلع تغير جو تغير نفسيتها والله انت شاطرة انا كلش ماضرت على بالي هالفكرة صح كلامك حلو عيل اتفقنا مهم اكيد بسوي اللي انتي قلت يا عنا قلبي تعبان ويحبها تقول لي هاك هذا الكتاب روح اقرأ فيه وتعرف شنو الحب يبا انا عرف الحب بدون كتاب ولا شي انا قلبي مندمل عليك وتقول لي روح اقرأ الكتاب انا مو فاضي انا لو من المستحة ما اخذيتها منها لو تبين الصج القص الاوراق ولفيه سندويشات مو فاضي اقرأ كتب انا قلبي 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 ريتيتش شا سوي له انا قلبي تعبت انا معاها هادي تعبت شا سوي له جاي زوي له اروح اقص مع دتي عشان اضعف تعبت خاف اقصها تروح يروح البنك الرياضي زديت دعم تليت مع قشورة اقل دكتورة سعاد هم تهقين ممكن في مجالنا مجال الطب ان يكون فيه دكتور شهادة مزورة او يعني مثلا متخرج من جامعة مو معترف فيها ممكن ما اطري بس انت ليش قاعد تسألين هالسؤال ليش شغل بالج معهم ما انا شغل فيهم الشغل ما اشغل بالي فرضا نبات شريانا الدكتور واشتغل معانا وطلعت شهادة مزورة هالشي هذا بيأثر عليه شو علي؟ بيأثر علي؟ ليش منو قاعد ان انا شهادتي مزورة؟ او عندي شهادة مو معترف فيها والله شغل جنتي منهم وانش دي وايض مختبصة لا الحمد الله انا شهادتي جامعية ومعترف فيها لاني مختبصة ولا شيء دكتورة ثاني اتمنى ان الموضوع هذا السكرينة الا انا بركز بشغلية اوكي اوكي خلاص راكزي انتظر لا تريد حتى لا تريد حياة ان كان لّ Isabella ترجمة نانسي قنقر